خيبان خليني أقول لحضراتكم كل التحية لازم توجهه التقدير لجميع اللعبين والجهاز الفني طبعا اللي قدموا بجد ملحمة فنية بشكل احترافي عالي جدا في كل المباريات قلنا الكلام ده من أول يوم على فكرة وخاضوا بطولات وتوجهوا الحمد لله في الآخر بالبطولة الأفريقية بعد الفوز على الكاميرون والمغرب أيضا وكانت نتيجة رائعة جدا في دور المجموعات بعد كده الفوز على الجزائر كان بنتيجة 34-19 فيه كان جاب كبير جدا في ربع النهائي بعد كده يليها التغلب على تونس كمان وبعد كده في نصف النهائي طبعا وعندين الفوز على الرأس الأخضر ماتش اللي كان بالأمس بنتيجة 37-25 فأداء متميز جدا طوال البطولة بصراحة وحصل تحديدا بقى لو هنروح للاعب لعب يحيا خالد حصل على لقب أفضل لعب وأفضل باك يمين وحصل على كمان علي زين على لقب أفضل باك الشبال أو أيصر وعمر الوكيل كان أفضل جناح أيصر فعندك مجموعة محترمة جدا ناس تقيلة جدا وفي نفس الوقت بيقدموا بشكل جماعي أداء على الأرض يليق فعلا باسم مصر كنا دايما بنقول يا جماعة نفسنا نبقى عندنا رياضات مختلفة سواء فردية أو جماعية وتقدر أنها ترفع اسم مصر في محافل دولية مختلفة وإفريقيا الحمد لله عندنا ده وفي أكتر من رياضة فحاجة محترمة ولازم هنا ما ننساش حقيقي الجماهير أنا عايزة أشكر الجمهور العظيم اللي حرس أنه يكون متواجد في كل المباريات ويؤادر المنتخب في مشواره خاصة من الكلم المباراة بالأمس طبعا أمام الرأس الأخضر في النهائي اللي كانوا موجودين بشكل كبير جدا وكانت صالت حسن مصطفى بأكتوبر زي ما حضرتكم أكيد تابعته كانت مش زحمة عادية أو مش زي ما بتقيل كومبلي عادية لا والنقطة كمان إن مبارح الناس كانت بتتكلم إن المباراة مع الرأس الأخضر خلاص محسومة لمصر إنهم أول مرة أصلا يتأهلوا والقصة إن فيه فرق كبير جدا والرانكينجز مختلفة بس إحنا قلنا ما فيش حاجة مضمونة أبدا في أي رياضة فوجود الجماهير برضو عمل أد فاليو أو كان ليه إضافة كبيرة جدا زي بحضراتكم دايما عارفين في الرياضات المختلفة